عندما نتحدث عن هوية الضحية، نشير إلى الدور الذي يتبناه البعض في الحياة، حيث يراودهم الاعتقاد الثابت بأنهم ضحايا للظروف أو لأفعال الآخرين. تعتبر هذه الهوية سلوكاً سلبياً يمكن أن يؤثر سلباً على الحياة الشخصية والمهنية. في هذا الفيديو سنلقي نظرة على مفهوم هوية الضحية وكيفية التحرر منها. هوية الضحية هي نمط سلوكي يتميز بالتركيز على الشعور بالتهمة والظروف السيئة والاعتقاد بأن الحياة تسير ضدهم. يمكن أن ينعكس هذا السلوك في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل العلاقات الشخصية والعمل والصحة النفسية. من أسباب هوية الضحية، التجارب السلبية السابقة. قد تكون تجارب سلبية في الماضي مثل تعرض للظلم أو الإساءة، وهي مصدر لتطوير هوية الضحية. قد يكون لدى هؤلاء الأشخاص نمط تفكير سلبي يجعلهم يركزون على الجوانب السلبية للأمور ويتجاهلون الجوانب الإيجابية. يمكن أن ينجأ الأشخاص الذين يتبنون هوية الضحية إلى الشكوى المستمرة من أجل جذب انتباه الآخرين والتعاطف. تؤثر هوية الضحية على الثقة بالنفس. يمكن أن يقود الاعتقاد بأنك ضحية إلى ضعف قدرتك على الثقة بنفسك وقدراتك. تمنع هوية الضحية الأشخاص من تحقيق أهدافهم وتطوير حياتهم بشكل إيجابي، ويؤدي التركيز المفرط على الظروف السلبية إلى عدم القدرة على التعامل مع التحديات بفعالية. أحياناً يجد البعض أنفسهم محاصرين في دور الضحية حيث يلقون باللوم على الظروف أو الآخرين لمشاكلهم وصعوباتهم. قد يشعرون بأنهم بلا سيطرة على حياتهم وهذا يؤثر سلباً على علاقاتهم وسعادتهم الشخصية. إن التحرر من هوية الضحية هو عملية تحولية يمكن أن تغير حياتنا بشكل جذري. سنلقي نظرة على كيفية البدء في هذه الرحلة نحو النمو الشخصي والسعادة. أول خطوة نحو التحرر من هوية الضحية هي فهم ماهيتها وكيف نتعرف عليها. الشخص الذي يعاني من هوية الضحية يميل إلى إلقاء اللوم على الآخرين. يتهم الشخص نفسه بأنه ضحية لقرارات وأفعال الآخرين دون تحمل المسؤولية الشخصية. الشكوى المستمرة يكون لديه نمط من الشكاوي المستمرة حول حياته دون اتخاذ إجراءات فعالة للتغيير. قلة الثقة بالنفس يعاني من قلة الثقة بالنفس ويعتبر نفسه غالبا عاجزا عن التأثير في تطور الأمور. تكرار الأخطاء يعيد تكرار نفس الأخطاء والمشكلات دون استفادة من الخبرة السابقة. التحرر من هوية الضحية هو عملية هامة تساهم في تحسين جودة حياتك وزيادة سعادتك. أول خطوة للتحرر من هوية الضحية هي الاعتراف بالدور الشخصي في الأحداث والتحديات التي تواجهها. لا تلقي اللوم على الآخرين أو الظروف دون تقييم دورك الشخصي في الموقف. الاعتراف بالدور الشخصي هو خطوة أساسية نحو التحرر من هوية الضحية. إنها الخطوة التي تمكن الفرد من النظر في الأمور بشكل أكثر وضوح وواقعية وتشجعه على تحمل المسؤولية عن حياته. فهي تعزز من القدر على اتخاذ القرارات والسيطرة على الوضع. بدلا من الشعور بأنك تمر بأمور لا تستطيع التحكم فيها. هذا الاعتراف يمكن أن يكون نقطة انطلاق قوية نحو التحسن والنمو الشخصي. يمكن أن يكون نمط التفكير السلبي والضعيف هو ما يحتجزك في دور الضحية. حاول تحويل تلك الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية وبناءة. استخدم تقنيات التفكير الإيجابي والتفاؤل للنظر إلى الأمور من زوايا مختلفة. نمط التفكير السلبي والضعيف قد يكون عائقاً كبيراً أمام التحرر من هوية الضحية. عندما تقوم بتحويل تلك الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية ستلاحظ فارقاً كبيراً في نظرتك للعالم وقدرتك على التعامل مع التحديات. تقنيات التفكير الإيجابي تشمل مراجعة الأفكار السلبية وتحليلها بشكل منطقي. ثم استبدلها بأفكار تعزز من تفاؤلك وثقتك بنفسك. العمل على تطوير قوة العقل الإيجابية. يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياتك وعلى قدرتك على تحقيق النجاح. لاحظ أنه قد يستغرق الأمر بعد الوقت والتدريب لتغيير نمط التفكير. لذا كن صبوراً مع نفسك وحافظ على التفاؤل والمثابرة في هذا السعي نحو التحرر من دور الضحية. تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات. تحقق من قدرتك على اتخاذ القرارات والسيطرة على حياتك. قد تحتاج إلى تعلم مهارات إدارة الوقت والتخطيط لتحقيق أهدافك. اتخاذ القرارات الجيدة يمكن أن يساعدك في تحقيق أهدافك وتجنب الوقوع في دور الضحية. قد تحتاج إلى تعلم كيفية تحليل الخيارات المتاحة والوصول إلى قرارات مستنيرة. قدم لنفسك أهدافاً واضحة ومحددة في مختلف جوانب حياتك، سواء كانت شخصية أو مهنية. هذه الأهداف تساعدك على توجيه جهودك وترتيب أولوياتك. قم بتعلم كيفية إدارة وقتك بفعالية. استخدم جداول زمنية لتحديد الأنشطة الهامة التي تساهم في تحقيق الأهداف. تعلم كيفية التفاوض بفعالية مع الآخرين. هذه المهارة تساعدك في تحقيق اتفاقات مرضية والحفاظ على سيطرتك في العديد من الوضعيات. لا تتردد في طلب المساعدة والدعم من الأصدقاء والعائلة عند الحاجة. شبكة الدعم تلعب دوراً هاماً في دعمك ومساعدتك على السيطرة على حياتك. الثقة بالنفس هي مفتاح التحرر من دور الضحية. قد تحتاج إلى العمل على تعزيز ثقتك بقدراتك وقدرتك على التأقلم مع التحديات. حافظ على تفكير إيجابي وتحدث مع نفسك بلطف واحترام. تجنب الانتقادات السلبية واستبدلها بتوجيهات إيجابية. انظر إلى التحديات والصعوبات كفرص للنمو والتطور. بدلاً من مصدر للشعور بأنك ضحية. قم بتطوير مهاراتك وقدراتك. كلما زادت معرفتك ومهاراتك، زادت ثقتك بقدرتك على التعامل مع التحديات. احتني بصحتك وبمظهرك الشخصي. عندما تشعر بأنك تبدو جيداً، ستزيد ثقتك بنفسك. حاول أن تنظر إلى الجانب الإيجابي في الأمور وتركز على الحلول بدلاً من التركيز على المشاكل. بمرور الوقت، ستزيد ثقتك بنفسك من خلال التجارب والنجاحات. لذا لا تخف من تجربة أشياء جديدة والخروج من منطقة الراحة. لا تنظر إلى التحديات والصعاب على أنها عوائق فقط، بل كفرص للتعلم والنمو. استفد من الخبرات السلبية، وحاول أن تكون أكثر قوة في المستقبل. قد يكون التفكير الإيجابي والبناء هو أساس التعامل مع التحديات بفعالية. حينما تنظر إلى التحديات على أنها فرص للتعلم والنمو، ستكون أكثر استعداداً للتحدي والتغلب عليها. كل تحدي يمكن أن يمنحك خبرة قيمة. ستكتسب مهارات جديدة وتكون أكثر حكمة في مواجهة مشكلات مماثلة في المستقبل. التفاؤل هو عنصر مهم في رؤية التحديات على أنها فرص. حاول أن تنظر إلى الجانب المشرق وتركز على الحلول الممكنة بدلاً من الشكاوي السلبية. ابحث عن فرص للنمو الشخصي وتطوير نفسك من خلال التعلم واكتساب مهارات جديدة. هذا سيمكنك من التعامل بشكل أفضل مع أي تحدي يأتي في طريقك. التحديات جزء من الحياة وهذا لا يعني أنك ضحية. بالعكس إنها تمنحك فرصة للنمو والتعلم وتطوير قوتك الشخصية. إذا تعاملنا معها بإيجابية وصبر، يمكن أن تصبح تلك التحديات محفزاً لتحقيق النجاح وتحقيق أهدافنا. الأمور لا تكون دائماً سهلة. ولكن التحديات تجعلنا أقوى وأكثر إلهاماً للآخرين. حافظ على روح إيجابية وقوية تساعدك على تجاوز الصعوبات. في الختام، التحرر من هوية الضحية يمكن أن يكون مفتاحاً لبناء حياة أكثر إشراقاً وسعادة. إنها عملية تستغرق الوقت والتفاني، ولكنها تستحق الجهد. باعتبارنا مسؤولين عن حياتنا ومشاعرنا، يمكننا تغيير القوالب السلبية وبناء مستقبل أكثر إيجابية ونجاحاً.